طيب عندك لوقتي رسائل تبعتها بسرعة هتبعت رسالة للكابتل محمود الخطيب هتقوله فيها ايه وانت بس كده لكمرتك كابتل ربنا يديك الصحة وربنا يخليك لولادك ويخليك لبيتك والأسرتك والمصر كلها كابتل الخطيب عانى كتير جدا 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 الفترة اللي فاتت أربع سنوات كانوا مرهقين جدا صحيا وعصبيا وزهنيا لكن حقق فيهم وكسب الرهان هو راهن على شخصية النادي الأهلي كسب الكابتل محمود الخطيب الرهان الاربع سنين اللي فاتوا حاجة والسنة دي ما شاء الله انتخابات يعني كاسحة استقرار هدوء ميزانية كبيرة جدا شكل للنادي الأهلي بيتغير في كل فروع بقوله ربنا يديك الصحة ودايما في تقدم ان شاء الله كابتل الفريق محمد الشناوي هتقوله ايه الشناوي هو عارف احنا اصدقاء على المستوى الشخصي الشناوي كنا بنتكلم كتير قوي من خمس ست سنين مع بعض في حاجات الشناوي واحد من افضل حراس المرمى في افريقيا ان لم يكن الافضل الشناوي ماشي بخطة سابتة انه يحقق ارقام عايزه ما يتحركش من النادي الأهلي عايزه يستمر ولا عروض احتراف ولا خليج ولا اي حاجة يكمل بالشكل ده ان شاء الله بإذن الله سبع تمان سنين كمان يبقى رقم واحد بيتسو متسيماني هتقوله ايه متسيماني هقوله اهدى شوية في المؤتمرات الصحفية ما تتعصبش في القراء اللي هي تكون مختلفة معاك هدي نفسك انت راجل هادي اصلا فارجع لطبيعتك تاني وانت بتقدم كرة حلوة اوي عامل اداء كويس جدا عامل نتائج كويسة جدا بس الهدوء